نستعرض مع حضراتكم على الهواء مباشرة المواد المقترحة مادة مادة حتى تستطيع أن تكون فكرة أو عقيدة أو تفهم ليه لما هنعدل المادة دي أنا هستفيد أو مش هستفيد ده يتوافق معايا ولا مش هتوافق ده اللي احنا هنشوفه في هذه المواد أولى هذه المواد المطلوب الاستفتاء عليها المادة 102 الفقرة الأولى يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد يعني إيه؟ يعني لما يطلع قانون مجلس النواب لازم يحط المشرع اللي هو النائب في البرلمان بتاعت يحط بباله أن العدد لازم يكون 450 ينفع يزيد وبالتالي واجب عليه أنه يحط ربع مية وخمسين عضوا جوه القانون طيب وإيه كمان بقى وهي دي بقى يعني الميزة أو هي دي الحاجة اللي احنا بنتفاخر بيها أنه عندما يجي اللي بيحطوا القانون يعملوا المواد لازم يحطوا ببالهم أن 25% من الربع مية وخمسين يكونوا سيدات ده أصبع يعني عندما يتم التوافق من الشعب على هذه المواد يصبح أمرا واقعا لابد من تنفيذ وبالتالي إنجاز لنا أن نؤرخ الآن يعني أمرا هاما في حياة المرأة المصرية في حياتها السياسية وفي تقدير المجتمع المصري كله لها فلابد أن يعني يشار إلى أصحاب هذه الفكرة ويشار إلى المشرع الذي شرع هذه المواد المقترحة مؤقتة لحين الموافقة عليها يبقى ده يعني أمر يستحق منه إشادة طبعا الفقرة الثالثة وبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب تقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما يعني إيه الكلام ده يعني القانون هيقول اللي هيترشح لمجلس النواب ده شكله إيه يعمل كشف طبي ولا لا يكون متعلم إزاي طيب الدوائر هنقسمها إزاي هنحط الدق والعجوزة مع بعض ولا هنحط العجوزة الوحدها والدق الوحدها ولا المنصورة في حتة وده اسمها تقسيم الدوائر ده القانون ده القانون هو اللي هيحدد كل هذا الكلام كل الكلام ده بيحدده القانون لكن الجديد اللي حضرتك هتقول عليه آه ولا لا في النقطة دي أن نعطي للمرأة خمسة وعشرين في المية من هذه المقاعد وده يعني أمر أعتقد أنه جديد وطبعا بعض من المواد هتلاقوا فيها مكتوب ياسري حكم الفقرة أولى من المادة 102 المعدلة اعتبارا من الفصل التشريع التالي للفصل القائمة عملنا ده لي بقى لأن أنا لما عدل ده دي الوقتي يبقى بواسط المجلس اللي موجود أنا ما بعملش كده أنا براعي الدستور والقانون والكينات القانونية القائمة وبالتالي فإحنا جينا قلنا نعدل دي عشان لما يبقى النص منضبط ينطبق على المرة الجاية مش المرة اللي احنا فيها يعني البرلمان اللي موجود حاليا سينطبق عليه ما نص عليه الدستور 2014 لكن اللي موجود دلوقتي وما تروح أمام حضراتكم هيتطبق في الانتخابات اللي جاية إن شاء الله المتعلقة بالبرلمان المصري يمكن هنا بقى لما تيجي تؤرخ الوقعة أو تشوف مثلا حال البلد سياسيا شكله عامل ازاي التطور عند المرأة المصرية منذ أن أعطي عليها الحق في التصويت تطور مش ازاي ده اللي لازم تقيس عليه لازم تشوف أنا في السبعينات كانت ازاي وضع المرأة المصرية طب مقارنة بالخمسينات كان ايه طب السبعينات بالتسعينات طب النهاردة واحنا في 2019 فين المرأة المصرية موقعها فين احتلت اي منصب قدرها المجتمع ازاي اقولك احنا في 2019 عندنا في الحكومة تمن وزيرات عندنا لأول مرة قارية وعندنا قضاء دلوقتي بقى كتير ووكلاء للنائب يعني للنائب العام وفي النيابة الإدارية يعني أمر بصراحة أصبح شيء عظيم جدا نتمنى انه يصل مجلس الدولة ان شاء الله عندنا في البرلمان تسعين نائبة فده الوضع اللي أنا لما أطلع أتكلم عن مصر وأتكلم عن تقدرها للمرأة المصرية وده على فكرة مظهر مظاهر الحضارة يعني تكريم المرأة والإيمان الحقيقي بدورها ده يعني أمر أعتقد أنه محل فخر كبير جدا